مساء الفلة عليكم ما تيجوا النهاردة نعمل عيش الصندوشات الخفيف السريع البسيط اللذيذ اللي يتعامل كده بالضبط في عشر دقايق من غير وقت ولا مجهود ولا تعب تعالوا النهاردة اقول لكم على عاجين تعيش الصندوشات الهشة اللي بتطلع العيش ملفوخ مش مكتوم تقدر تعملي صندوشات وكمان تقدروا تكلوه بمنتهى البساطة يستخدم فيه اي نوع من انواع الديق مش لازم ابدا ديق فينه ولا ديق بخبوزات درجة اولى ولا خالص اي ديق عندك تقدر تستخدميه بمكونات بسيطة جدا تعالوا نشوف عملناه ازاي والنهاردة هنعمله على المصفة يعني لا فطاصة ولا فرن عندك اي مصفة تقلي بيها على البتجاز وهوريك احلى والز عيش منفوخ كله مفيش ولا رغيف فيهم مش هيطلع منفوخ وكمان لو عايز تعملي فطاصة اوكي ولو عايز تعملي برضو في الفرن هقولك على الطريقة والتكنيك اللي تسوي به العيش بمنتهى البساطة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير تشتركوا في القناة فعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى بكومنت حلوي شجعني علشان اعمل لكم كل الوصفات الجديدة واكتبولي الوصفات اللي انتو عايزين تشوفوها الفترة اللي جاية معكم شيفنا المين الماجد ودي صفحتي على الفيسبوك او صفحتي على اليوتيوب وهسيب لكم لينك صفحتي على الفيسبوك تحت الفيديو في التعليقات كمان فيه صندوق الوصفة علشان خاطر الناس اللي عايزة تتابع الوصفات المكتوبة اللي بقدمها على صفحتي على الفيسبوك اولا خلينا نتفق ان دي المقادير بتاعت العجينة بمنتهى البساطة كيلو دي عادي ممكن تستخدمي نصف كيلو عادي معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة من السكر الفشن العادي عندي معلقة كبيرة من الخميرة معلقة من الزيت وعندي معلقة صغيرة من الخل وطبعا مية للعجن المية تقريبا هحط كبايتين ونصف من المية ده المقادير لكل كيلو دي وهحط عليها كل المكونات الزيت والسكر والخل والملح كله على بعضه كده وهقلبهم في المية الدافية وبعد كده هبتدي ان انا اعجن عالي اضيف كيلو دي وابتدي ان انا اعجن زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا كيلو دقيق نصف كيلو دقيق بس نصف كيلو دقيق هتاخدوا نصف المكونات كلها اللي انا قلت عليها وتبدأوا تعجنوا كويس اول حد ما تبقى العجينة معاكم زي السمك اللي انا هقول لكم عليه طبعا مش بضيف دايما دي مرة واحدة بسيب كبايت ديق كده على جانب ابتدي ان انا اضبط بيها سمك العجينة هل هي عايزة ديق تاني هل هي كده مضبوطة الحاجات دي بتبان بعد العجينة بعد ما بتعجنوا العجينة بالشكل ده زي شايفين ده بيكون سمك العجينة وشكل العجينة بنبتدي ان احنا نخمرها طبعا في فصل الشيطة بتحتاج شوية تخمير يعني او بتحتاج تتحط في مكان دافي زي مثلا الفرن بتجاز الميكرويف بس طبعا ما يكونش شغال وبتتساب لمدة ربع ساعة في فصل الصيف مش بتاخد اكتر من عشر داي وبتلاقوها تخمرت على طول طلعوا العجينة كده من العجينة وتبدأوا ان انتو تقطعوها الاول تعملوها رول طويل كده علشان خاطر تبدأوا ان انتو تقطعوا الارغفة بحجم متساوي وده مهم جدا علشان خاطر يزبط معكم شكل العيش وكمان تطلعوا اكبر كمية من العيش بتاعكم هتجيبوا دلوقتي قطعت البيتزا سكينة اي حاجة تبدأوا ان انتو تقطعوا تقريبا العيش فيكون بحجم متساوي وتبدأوا ان انتو تمسكوا كل واحدة فيهم وتكوروها بالشكل لها وبعد كده تسيبوهم على جنب علشان خاطر العجينة ترتاح وبعد ما العجينة ترتاح تبدأوا تمسكوا كل واحدة وتبدأوا تفردوها وهواريكم نفردها ازاي وكمان نساوها ازاي بس ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو تعملوا لايك وشير وكمانت حالوا قلولي بتتابعوا القناة منين وقلولي بقى الوصفات اللي حابين كمان نعملها الفترة اللي جاية هل وصفات مدارس هل وصفات عشاء وافطار هل حلويات معجنات اللي انتو عايزين اكتبوا في الكومنتات بعد ما خلصنا كل الكمية هنبتدي ان احنا نجيب خشبة زي ما انتو شايفين او اي حاجة نحط عليها العيش بعد ما نفردو لان احنا هنفردو كل مرة واحدة وهنسوي كل مرة واحدة عشان مناخدش وقت ولا مجهود هنبتدي ان احنا نفرد العيش كده بنا الشابة وتقريبا بيكون العيش لا هو روفا يعقوي ولا هو تخين قوي هوريكم السمك المزبوط للرجيف تقدروا تساووا العيش باي طبق مدور عندكم او لو مش حابين حابين تعملوه عشوائي برضو ما فيش مشكلة عامة كله هيتاكل وكله هيكون طعمه زي الفن هنخلص كده العيش بتاعنا بكل الكمية دي عندكم طاصة عندكم مصفة عندكم فرن هقولكم التلات طرق اللي تقدروا تساووا بيها العيش انا حطى من تحت كده شوية دي على العيش يعني من تحت كده على الخشبة دي شوية دي وكمان تقدروا تحطوا كمان على الكاونتر شوية دي عشان العيش ما يلزقش وبعد كده بتبدأوا ان انتوا تجيبوا الطاصة سخلنا الطاصة كويس قوي بعد كده بنحطوا العيش من غير اي مادة دهنية خالص بتبتدوا مجرد ما بتحطوا العيش بتبتدوا يعمل معاكم الفقعات دي اللي في كل حتة كده تمام العيش ابتدى ان هوا يدخل في مرحلة السوا بتجيبوا سباتيولا او معلقة خشب كده وتبدأوا ان تدوسوا برفقة جدا على الرغيف من الناحية اللي تنفخت عشان ندخل الهوا في كل حتة في العيش وبعد كده بتبصوا بتلاقوا الرغيف انتفح كله بالشكل بتقلبوه على الناحية التانية وبكمل بقى السوا بالشكل الانتوا شايفينه كده وبعد كده طبعا بتكونوا مجهزين فوتا جوا طبق وبتحطوا فيها العيش الاولية هوا وبعد كده بتلموا العيش عشان خاطر ما يعجنش منكم وكمان يفضل ما مفتوح كده وما نفوخ طول الوقت وطبعا لو عاملين كلمية كبيرة وعاديين تستغلوا ان انتوا تحطوهم في الفريزر هتحطوهم بعد ما يبردوا ومجرد ما بتطلعوهم الفريزر بيسيبوه خمس دقاي فوق وبعد كده تسخين على الطاصة او جوا المايكرويف بيرجع كاينه لسه مخبوز دلوقتي طيب لو احنا عندنا عايزين نعمل طريقة المصفى دي هقولكم مميزات الطريقة دي بصراحة العيش بتاع المصفى مش بينشاف يعني بيبقى طريق حلو قوي عيش الطاصة السنة بيكون في سنة نشافان وطبعا كل الناس بيكون عندها طاصة مش بتلزق لكن كل الناس بيكون عندها مصفى في البيت فاحنا هنجيب المصفى وهنبتدي برضو نحط العيش عليها على سطح المصفى من فوق بعد ما بنسخن الفريزر ده بيكون شكل العيش زي ما انتوا شايفين بعد ما بردتم شايفين العيش منتفخ جدا وما فيقوش اي حاجة خالص وطعم حلو جدا وكمان مش بيع قوي قوي يعني الرريف ده اعتبريف بتلات ارريفها من الرريف بتاع بره فانتي كده بتعملي عيش نظيف وفي نفس الوقت طعمه حلو وكويس جدا هنبتدي دلوقتي نعمل الطريقة التانية او العجينة التانية هجيب مية كده حوالي نص كيلو دقيق هبتدي اجيب كوباية ونص من المية وحط عليها معلقة خميرة ومعلقة سكر ومعلقة ونص معلقة ملح وكمان نص معلقة زيت وشوية خل وابتدي ان انا انزل بنص كيلو دي وابتدي ان انا عجينه بالشكل ده كويس قوي لحد ما برضو يوصل معي العجينة التانية دي انا عاملة مقدارين عشان خاطر اوريكم الفرق ما بين عيش الطاصة وعيش المصفى وهل تجربة عيش المصفى طلعت حلوة؟ انا بالنسبة لي جماعة طلعت احلى من عيش الطاصة لان عيش الطاصة لقيت فيه سنة نشفان شوية لكن بصراحة عيش المصفى لقيته كله حلو وبينتفخ اكتر لانه تقريبا كده بيكون شبه فكرة الفرن فتقريبا احنا عملنا كده فرنة صغيرة زي الفرن بتاعت بره جوه البيت هنبتدي ان احنا نقطع العيش بالشكل ده ونفس الفردة اللي احنا فردنا بيها العيش هنا هنبتدي ان احنا نفردها بس بنحط كده بنلف الرجيف كده بشوية دي عشان احنا هنفرد على طول ونحط على المصفى بتاع العيش المصفى ده مش بيستنى لحد ما يبتدي نعمله كله احنا العيجينة اللي بنفردها بنسويها على طول في نفس الوقت شايفين ده كله طلع من نص كده دي يعني كمية كبيرة قوي هنبتدي ان احنا نعمل العيش بالشكل ده نفرده وبعد كده بنكون جايبين المصفى قلبينها فتحين النار طبعا وحطين المصفى على ظهرها ويتكون طبعا لها فتحات من فوق اي مصفى تنفع مش لازم شكل معين انا هوريكم دي شكل المصفى اللي عندي لكن اي مصفى تكون عندكم هتنفع وهتبقى حلوة جدا جدا بعد كده بتسخنوا العيش بالشكل والنار بالشكل ده وبعد كده تمسكوا بالرغيف وتحطوا على سطح المصفى هوريكم شكله ومجرد ما الرغيف بيرتفع من الجناب وبيرتفع من جوا بتبدأوا ان انتو تقلبوه بسباتيولة بس تخلي بالكم وانتو بتقلبوه تقلبوه برفق كويس قوي عجلس انخاطر يا جماعة ما تفتحش لو تفتح في حتة مش هيبقى ان هو مرتفع دي شكل المصفى وزي ما انتو شايفين كده بتطلع حرارة من كل حتة هحطها وحط عليها الرغيف وزي ما قلت لكم هبتدي ان انا اسويهم وكمان تقدروا تاخدوا العيش ده كله وتبدأوا وتفتحوا عليه كمان الفرن في مرة واحدة وكمان تسويوا انا النهاردة اقول لكم كذا طريقة لتسوية العيش بتاع عيش الطوصة وعيش المصفى وعيش الفرن تعملوا لايك وشيرت شيركم في القناة فعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وكومنت حلوي شجعني وهسب لكم لينك صفحتي على الفيسبوك عشان لو حابين تتابعوا الوصفات المكتوبة كنت معاكم شوف نرمين الماجد ألف احنا وشوف يا رب وشوفكم دايما على خير قريب اشتركوا في القناة